مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء هي من أجمل الأماكن السياحية بمصر هنعرض في الفيديو رحلتنا لصعود جبل موسى وهنتكلم عن الروحانيات المنتشرة بالمكان وهنتفرج على المعالم الدينية والتاريخية ومناظر الشروق الساحرة يلا بينا نبدأ مدينة سانت كاترين هي الأقصر تمييزاً بسيناء تقع على هضبة ارتفاعها 1600 متر فوق سطح البحر وتحيط بها على قمم الجبال في مصر مثل جبل سانت كاترين وجبل موسى وطابع ديني وتاريخي منذ تشهيد دير سانت كاترين في قرن السادس عشر وما زال من أعظم الأسهار المسيحية بمصر ووجود أيضاً جبل موسى ومقام النبي هارون وتشتير المدينة بالإضافة للسياحة الدينية بأنشطة تسلق الجبال وسياحة السفاري جبل موسى أو جبل سيناء أو التور يعتبر الأقصر شهرة حيث يبلغ ارتفاعه 2285 متر فوق سطح البحر أطلق عليه هذا الاسم نسبة لسيدنا موسى عليه السلام حيث كان يناجي ربه لمدة أربعين يوماً وتلقى الوصائل عشر وفقاً للديانات بمجرد وصولك هذه المدينة الآثرة لا يوجد حديث جانبي أو في مجموعات سوى عن هذه المغامرة التي يحلم بها كل زائر رحلة الصعود تبدأ من منتصف الليل حيث لا يوجد أي مصدر للإضاءة سوى النجوم يوجد على الجبل ست الاستراحات لمن لا يستطيع إكمال الصعود ورغم التعب الجسدي يفضل الكثير إكمال هذه المغامرة فهي مغامرة يختلط فيها جمال الطبيعة وسحرها وكدسية كل متر تخطو فوقه الأمر الذي يزيل عن كهيلك أي صعوبات قد تعانيها إنها الرحلة التي يأتي لها الجميع حول العالم حالمين بتتبع أثر نبي الله موسى عليه السلام حاملين دعواهم لمسافة أكثر من ألفين متر فوق سطح البحر وهذا الجبل مشهور بضرورة تسلق قمته حيث تستطيع مشاهدة أجمل مناظر تراها العين حين ترى شروك الشمس وهي ترسل أشيعتها على سلسلة الجبال المحيطة الموجودة بالمكان بشكل ساحر وعميل يعتبر هذا الجبل المبارك من أفضل جبال الأرض عند الله وقد تم ذكره في الكرآن الكريم وأيضا في قمة الجبل توجد كنيسة صغيرة ويوجد جمع صغير أتمنى يكون الفيديو نالإعجابكم إلا اللقاء في الفيديوهات كتير قادمة ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد